سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبدي من ابتكار إيسوس أعلنت عن هاتف رائد جديد مع أقوى معالج من كوالكم وكاميرا خلفية ثلاثية مبتكرة نستعرض لكم إيسوس زينفون سبين برو التصميم الهيكل مغطى من الأمام والخلف بالزجاج والإيطار من الألمنيوم السمك 9.6 مليمتر والوزن 230 جرام البصمة مدمجة بزر التشغيل الجانبي منفذ الشحن من نوع يوس بي سي ويدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال وشبكات الجيل الخامس 5G الشاشة بمقاس 6.67 إنش بدقة 1080x2400 بيكسل Full HD بلس من نوع أموليد بكثافة 395 بيكسل لكل إنش بأبعاد 20 إلى 9 بمعدل تحديث 90 هرتز وتدعم HDR10 بلس الشاشة محمية بطبقة Gorilla Glass 6 والشاشة مناسبة لمشاهدة المحتوى أو تشغيل الألعاب نظام التشغيل أندر والتن مع واجهة زن UI7 المعالج سناب دراجون 865 بلس ثماني الأنوية بدقة 7 نانو متر بلس بتردد حتى 3.1 جيجا هرتز وهذا أقوى معالج من كوالكوم معالج الرسوميات أدري نو ستمية وخمسين الرام 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5 وبسعة 256 جيجا من نوع UFS 3.1 ويدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية حتى 2 تيرابايت زودت إيسوس الهاتف بكاميرا ثلاثية دوارة مبتكرة ليكون هذا أول هاتف بالعالم بكاميرا ثلاثية دوارة الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة 1.8 وتدعم التثبيت البصري الثانية للزوم بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.4 تدعم التقريب البصري حتى 3 أضعاف والرقم حتى 12 ضعف وتدعم التثبيت البصري الثالثة 12 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 للتصوير بزاوية واسعة وتدعم الكاميرات panorama واتش دي ار وتزيير فيديو بدقة 8 كي بثلاثين إطار بالثانية وفور كي حتى مية وعشرين إطار بالثانية هذه نفس الكاميرات التي تستخدم في التقاط صور السيلفي مما يجعل صور الفيديو عالية الدقة أكدت اسوس مفصل الكاميرا قوي ويمكنه العمل حتى 100 مرة باليوم ولمدة خمسة سنوات يدعم الهاتف بلوتوث 5.0 وواي فاي سيكس وان اف سي وصوت استيريو البطارية بسعة 5000 ميلي امبير وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط يشحن من الصفر الى 60 بالمئة في 34 دقيقة الالوان الاسود والابيض والسعر 925 دولار وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسى تدعمنا باللايك والشير واذا حابت تشوف حلقات اكثر لا تنسى تشترك معنا في القناة اشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة